اشتركوا في القناة ولوحت بعزل الميليشيا التام من قبل المجتمع الدولي في حال تمسكها بالخيار العسكري في زوايا الحدث نناقش أبعاد موقف الدول الثلاث إزاء الملف اليمني وما إذا كان يعبر عن وصول المجتمع الدولي إلى قناعة بفشل جهوده طوال السنوات الماضية في ترشيد عنف الميليشيا وإعادة تأهيلها سياسيا للانخراط في عملية تسوية شاملة نبدأ النقاش بعد متابعة التقرير التالي أمريكا لا تريد السلام في اليمن اتهام تكرر كثيرا على ألسنة قادة الحوثيين خاصة في الأشهر الأخيرة وتحديدا عقب تعثر التفاوض بين الميليشيا والسعودية وهو اتهام لا يحمل أي أدلة واقعية وعملية لكنه يترجم تلك الصرخة الدعائية التي تعكس جانبا من فكر الجماعة تقول الميليشيا على لسان القياد مهد المشاط إن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لاستمرار الحرب والحصار على اليمن كما تتجه لتوفير مصادر بديلة كالقرض عالية الفائدة التي تشكل مخاطر اقتصادية في المدى البعيد المشاط الذي يرأس ما يسمى المجلس السياسي لوح بتصعيد عسكري حال استمرار حصار التحالف بقيادة السعودية وزعم بأن جماعته لن تتنازل أو تساوم على سيادة اليمن كاملة هذا الموقف الحوثي المقامر جاء عقب ساعات من صدور بيان أمريكي فرنسي بريطاني مشترك هدد الجماعة بعزلة دولية تامة في حال عدم تخليها عن الخيار العسكري وقال بيان الدول الثلاث إن الحوثيين أمعنوا في مفاقمة الأزمات الرهيبة من خلال الاستمرار في منع صادرة النفط واحتجاز ناقلة الغاز القادمة من مأرب وردا على ذلك البيان اعتبرته ميليشيا الحوث انزعاجا شخصيا لتوقف حصص هذه الدول من نهب ثروات بهذه الرسائل تحاول ميليشيا الحوث ابتزاز المجتمع الدولي وتحالف بقيادة السعودية معا وذلك الانتزاع مزيد من المكاسب وفق تقرير دولي فإن ميليشيا الحوثي تدرك جيدا بأن مصلحتها في المفاوضات مع السعودية لا تتمثل في التوصل إلى تسوية بل في الاستفادة من محادثات لتعزيز الأساس الاقتصادي لها التقرير الصادر عن معهد الخليج العربي في واشنطن أكد أن المحادثات الثنائية بين المملكة والحوثيين قد تكون قادرة على تهديئة الصراع على الحدود إلا أنها لن تكون كافية لبناء وقف دائم لإطلاق النار في الداخل الليمني وإعادة بناء دولة موحدة في النهاية المطاف مشاهدين أرحب بكم مجددا وأرحب بضيفي الصحفي الكاتب عبد الواسع الفاتكي مساء الخير أستاذ عبد الواسع وعيدك مبارك مساء الخير وعيدكم مبارك ومشاهدي قناتي بالخير شكرا لك في البيان الثلاثي الذي ذكرناه قبل قليل في المقدمة وأيضا في التقرير لوحة الدول الثلاث بالعزل التام للميليشيا من قبل المجتمع الدولي في حال استمرارها بالتمسك بالخيار العسكري ما وقعية ذلك برأيك؟ باستعراضنا لموقفا للمجتمع الدولي من الحرب الدائرة في اليمن أو من الأزمة اليمنية نحن لا نحتاج إلى عدلة دامغة لنعرف ممالأة وتواصل المجتمع الدولي مع الميليشيات الحوثية ثمان سنوات أو أكثر من التفاوض مع هذه الميليشيات ولم تضي هذه المفاوضات أو هذه الحوارات إلى نتائج مل موسى لتحقيق السلام في اليمن تستفيد وتتنغم الحركة الحوثية أو الحوثيون يستفيدون ويتنغمون مع توقع المجتمع الدولي لدعم الأقليات في المنطقة ويستفيد أيضاً الحوثيون من إصرار وتوقع المجتمع الدولي لعادة تدوير وتأهيل هذه الميليشيات لتنتقل من المسرح العسكري إلى المسرح السياسي لكن يصطدم المجتمع الدولي بالفكر الأيدلوقي لهذه الميليشيات القيمة على العنف لأن هذه الميليشيات ترى أن ما تقنيه عبر الألاسية وأدوات أقل بكثير من تقنيه عبر العنف وأدوات وبالتالي هي لا تكترس لهذه التصريحات سواء الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية لأنها مقتنعة بأن هذه عبارة عن تصريحات جوفاء لا تؤثر وليس لها تأثير على واقع المعركة ضد هذه الميليشيات الميليشيات كبلت الحكومة الشرعية والسلطة الشرعية باستفاق السكول وأيضا استخدمت الفيتو حينما رأت أن قوات الشرعية على وشف تحرير مدينة الحديدة المفروضة على المجتمع الدولي إذا كان لديه موقف واضح وقاد في دعم الشعب اليمني وفي إنهاء سيطرة هذه الميليشيات السلطية أن يدافع عن قراراته التي اتخذها القرار 22-16 أين ذهب هذا القرار الذي ما زال حبرا على ورقة المجتمع الدولي حينما استخذ هذا القرار ولن يستخدم حق الزيتو الدول الكبرى لم تستخدم حق الزيتو لأنها كانت تدرك في الحقيقة بأن هذا القرار سيفرض من المضمون ويفترض بالمجتمع الدولي أن يدافع عن قراراته لماذا الولايات المتحدة الأمريكية ترادعت عن تصنيف الحوثيين كميليشيات إرهابية هذه عبارة عن تطريحات خبيرية فقط وقد يراد منها أيضا أرضت مستقبلا على الحكومة الشرعية لتقدم مزيدا من التنازلات في الحقيقة المجتمع الدولي يتعامل الموجود على الأرض تعامل المجتمع الدولي مع حركة طالبان هو لا يؤمن بتطلعات الشعوب ولا يؤمن بالشرعية بالفردة الشرعية ولا يقترس أيضا للإنقلابات على الديمقراطية هو يكيد بمكيالين بينما في وسائل الإعلام يضخ مزيدا من هذه المصطلحات كمصطلح السلام ومصطلح أيضا المصطلح المفاوضات لكن بالحقيقة لا يوجد هناك مواقف جادة تضغط على هذه المنشيات يفترض بالمجتمع الدولي لا يستخدم الفيتو ذات قوات الشرعية لتضيق الخلاق على هذه المنشيات على الأقل أن يدعم الحكومة الشرعية في تحرير بعض المحافظات مثلا للبيضاء أو مثلا كثر الحصار عن تعز إذا كان المجتمع الدولي موقفه من كثر الحصار من تعز بهذا الموقف التراء المتراخب بينما يقلم الدنيا ولا يقعدها بالنسبة لفتح ميناء الحديدة الذي استفادت منه الميليشيات القذية مليارات الريالات لتمون حربها ضد اليمنيين نحن أمام مواقف باهتة مواقف لا تنطل على اليمنيين لقد بات اليوم اليوم أكثر قناعة بأن المجتمع الدولي يريد من كل هذا استسلام اليمنيين لهذه الميليشيات فقط لا غير نعم أستاذ عبد الواسع أنت ذكرت في حديثك حول المصطلحات التي يلوكها الإعلام مثل السلام في هذا البيان الأخير الثلاثي قالت هذه الدول أو سمت وضع في اليمن بأنه الظروف الشبيهة بالهدنة هذا يطرح السؤال ما الذي تقصده أو ما الذي تريده هذه الدول من سلام في اليمن وأيضا ما هي هذه الشبيهة بالهدنة هو في الحقيقة لا يمكن لأي حل لا ينجح في اليمن إلا عن طريقين وعبر طريقين الطريق الأول إذا كان هناك ضغوط جادة وقدية من الدول الظالعة الحرب في اليمن في إجبار الميليشيات العثية على التفلي عن خيار الحرب وهذا في الحقيقة لن يتحقق إلا إذا كان هنا اتفاق وصيف مشتركة بين الدول الظالعة الحرب لتقاسم المصالح والنفوذ وهذا هو ما تؤيد المؤشرات الآن والتحركات الأخيرة في المشهد اليمني أولا الخيار الآخر والطريقة الأخرى إذا كان هناك تغير في موازين الحرب لصالح الحكومة الشرعية وهذا لن يسمح به المجتمع الدولي لأن هذا في الحقيقة حسب وجهة نظر المجتمع الدولي أو الدول الظالعة الحرب في اليمن سيؤدي إلى استقرار اليمن وبالتالي المجتمع الدولي لا يريد لليمن أن يستقر يريد اليمن أن يظل بؤرة نزاع يستطيع من خلالها الدول الخبرى أن تتدخل في المنطقة ويصير تصير عبارة عن بؤر تاخنة لأن لها علاقة بملسات كثيرة في المنطقة البيانة الأخيرة الذي قال غروف مشابهة للهدنة يقصد بأن هذه ليست هدنة رسمية طالما أن الحكومة الشرعية لم توقع عليها وهي هدنة بحكم الواقع والأمر الواقع ولذلك وسطها بأنها ظروف مشابهة فقط للهدنة لو لاحظنا البيان نلاحظ أن هناك تناقض في البيان في بداية ونهاية في البداية يعني يتحدث ويصف المجتمع الدولي ما تكون به الميليشيات السوسية من عرقلة لما يقول أنها قهود لإحلال السلام ومفاقمة الوضع الاقتصادي لكنه في نهاية البيان يشير يدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في التسوية السياسية ويعني كأنها رغة مهادنة في نهاية البيان لو كان المجتمع الدولي قاد لا حمل الميليشيات السوسية برغة واضحة وصريحة ولا أستخدم الضغوط قاد تكبر هذه الميليشيات على الرضوخ لحلول تنهي هذه الحرب مفتد للمرقعيات الوطنية لكن المجتمع الدولي أعتقد هناك توقف لإيجاد صيغة حلول أو تسوية قادمة تنسف المرقعيات الوطنية وهذا أشار إليك الاستفير البريطاني في تصريح سابق بأنه لابد من إيجاد صيغة جديدة للحلول وكأنه يريد أن يشير بأن المرقعيات الوطنية ليست ذات أهمية وأن المجتمع الدولي سيعمل على إيجاد صيغة جديدة تسلب هذه المرقعيات الوطنية من مضمونها تفضل لوقع معي أستاذ عبد الواسع أرحب بالمحلل السياسية سين التميمي أستاذ ياسين مساء الخير كل عام وأنت بأل في خير أستاذ ياسين تفضلي لم أسمع أسأل السؤال لم أسألك بعد هنأتك بالعيد ومساء الخير أيضا كل عام وأنتم بالخير وصحة وسلامة حيالك والمشاهدين والغوات الكريمة شكرا لك سأبدأ معك من سؤال وضعه الأستاذ عبد الواسع قبل قليل وأرجو أن أجد لديه أو لديك الإجابة عن قال بأنه أو يتساءل بأنه هل لدى المجتمع الدولي موقف ثابت وجاد تجاه القضية اليمنية برأيك هذا السؤال في غاية الأهمية طبعا المجتمع الدولي دائما ينظر لليمن من زاويتين الزاوية الأولى تتعلم في المصالح الراسخة مع الدولتين الانياتين المصدرد خلاتين بالشاهد يمني الزاوية الثانية تتعلق بسردية الإرهاب ومكافحة الإرهاب والتي على مدى سنوات المضيح ثبتت اليمن كساحة لنشاط الإرهابي وطبعا لهذه الاحتفاء دوافعها السياسية والجيسي السياسية أيضا هناك توفرت إرادة يقليمية ودولية لتعطيل بلدنا ودولتنا من خلال تلقاق تهمة الإرهاب بهذه الدولة ومن خلال العبثة التي مارثت وأجلسة الاستخبارات على الساحة اليمنية على خلفية المشاط الإرهابي المجتمع الدولي هذه المرة أنا في تقديري أنه يحاول أن يغير مقارباته بالوضع في اليمن بمعنى أنه يحاول أن يقلل من حالة القبور الطاغي بالمؤثر الأقليمي البارز وهو المؤثر العربية السعودية التي استطاعت من خلال مبادراتها والتي كانت أيضا بدفع من الضغط الغربي استطاعت من خلال المبادرات التي أقدمت عليها والتي ذهبت بعيدا إلى الحد الذي لم يكن توقع واحد وهو التعاطي بشكل مباشر مع جماعة الحوثي والانفتاح على جماعة الحوثي واحتكار المشهد اليمني وإقامة مسارات عديدة على الساحة اليمنية مسار أنتج المجلس الانتقالي ومسار أنتج مجلس حبرموت الوطني هناك لكن أكثر ما أثار الغرب أيضا التفاهمات الإيرانية السعودية هذه التفاهمات أعتقد أنها أزعجت الغرب وعصرت قدرته على التعاطي مع خرايا المنطقة بالدرمتها ليس فقط على الساحة اليمنية ولهذا أنا أعتقد أن الديان الثلاثي اليوم بما يتعلق برغبة الغرب في تحجيم الحوثي هو موجه في المقام الأول لإيران وللتفاهمات الإيرانية السعودية وبالإضافة إلى السعودية وإلى الخطوات التي أستمت عليها والتي من الواضح على حساب أولويات الأزمة اليمنية وتوابتها ومرجعياتها حيث نرى اليوم تعطيلا شرعية وتفكيكا للشرعية وتعطيلا للقوى الوطنية وديران الشعب اليمني والأمر تتجه تقريبا إلى تقرير مصير البلحظ على قاعدة احترام المطالح المتدخلين الاسمينيين أو لو يأتيم على الساحة اليمنية للأسفة الشيء نعم مع ذلك الحوثيون أيضا ما زالوا يستمرون بتهديد السعودية أو التحالف بشكل عام بضربات أقوى وبعودة تصعيد بأسلحة نوعية كما يقولون ملايك هل يستطيع التحالف وبين قوسين السعودية وضع حد للحوثي الثانية الأخيرة التي أطرقها الكوتييون خلال منورة التي أطموها في الجو يسكر أنها يعني تمثل محضر استهزاز للمملكة العربية السعودية لكن هذه التهديدات جرت فيما وفد لمسا الحوثيين يتعود يتواجد اليوم لأداء فرطة الحج هذا الوفد يحظى بمعاملة جيدة ويتفاعل المرء كيف يحدث هذا في وقت واحد تصعيد مجال بالحوثيين ورعاية كاملة بوفدهم في أشعار في الزيارة المقدسة الأمر خبعا يتعلق بحرص الحوثيين على إنتاج كل الإمكانية المتاحة من خلال رفع الإنساني وهو ما لم يحصل عليه حتى الآن بشكل كامل وهذا يمارس مضغطا ذعائيا وستراتيجيا على المنطة العربية السعودية من خلال هذه المناورة لو كان الموقف الغربي أتى على خلصية الزيارات الحوثية هذه فهو يعني موقف متقدم بغاية لكن أعتقد أن الكثير من الأوراق تختلف أمام هذا يعني بتصنع هذه الموقفات الغربية ليس فقط ما يقدم عليه الحوثيون من إجازات وإنما تختلف عدة أوراق ومنها الدور السعودي الطاضي على الساحة اليمنية لأنهما السعودية الإيرانية إغلاق الملف اليمني أمام التعاطي الغربي مع تطورات اليمن اليوم بات الدولماثيون الغربيون شر متفرجين بما يجري على الساحة اليمنية ويرقوناه النظام نعم تفضل بالبقاء معي أستاذ ياسين أعود إلى الأستاذ عبد الواسع أستاذ عبد الواسع أنت قلت بأن الميليشيا لا تكترث لمثل هذه البيانات في إشارة إلى البيان الثلاثي لكن الميليشيا حتى اليوم وردا على هذا البيان قامت بتهديد التحالف باستئناف العمليات العسكرية والشرعية أيضا كيف يمكن فهم معادلة تغير القوى بعد ثمان سنوات من الحرب الميليشيات التنسية في الحقيقة وضعت المجتمع الدولي في موقف محرق وخاصة الدول الكبرى البريطانيا وأمريكا وفرنسا لأنه استمرار طمال نصها من الانتزام ببنود الهدنة أو بنود اتفاق السقهول يعني ذاق على المجتمع الدولي أو الإقليمي في موقف لا يحشد عليه أمام الشعب اليمن وبالتالي لابد من حفظ ما الوقت بالنسبة للمجتمع الدولي والقروب مثل هذه التطريعات أو البيانات أيضا لابد أن نشير إلى نقطة مهمة هي أن الميليشيات العوسية ترى بأنه لا يمكن لها أن تضمن مكاسبها التي كسبتها من هذه الحرب إلا من خلال الغلبة العسكرية وضمان تفوقها العسكري وغلبتها في الميدان وبالتالي نحن نشاهد ونرى ونسمع ونلاحظ بين الآونة والأخرى استمرار التصعيد المال إعلامي من قبل الانيشيات السعودية وتروعها بنوضيها إلى الخيار العسكري سواء في الداخل أو الخيار العسكري كما صرح بعض قادتها بأنهم تهدفون أو سيعاودون استهداف الأعيانة والمنشآت الاقتصادية في المملكة مثلا العربية السعودية وبالتالي فإنه كان المفترض ونحن نردد هذا الكلام ونؤكد عليه بأن المجتمع الدولي لا يعني اليمنيون لا يعنيهم مثل هذه التصريحات بقدر ما يعنيهم إذا كان هناك تعمقات للحكومة الشرعية ولموقفها وإسناد الحكومة الشرعية على الأقل لتضغط عسكريا على هذه الميليشيات الفرسية لكن أن يصر المجتمع الدولي على أن يزيل عزلة هذه الميليشيات السياسية من خلال استمرار وإصرار المجتمع الدولي على القلوش مع هذه الميليشيات على طاولة المفاوضة دون أن تعطي هذه الميليشيات مؤشرات أو حسن نوايا أو إجراءات بناء ثقة على الأقل في الملف الإنساني ناهي عن أن المجتمع الدولي حريص على فك الأزمة الاقتصادية على الميليشيات الكوثية ولا أقول على المواطنين القاسمين هنا من خلال الضغط أو إقناع الحكومة الشرعية أو الضغط على الحكومة الشرعية بفتح ميناء الفديدة الذي يمثل مورد رئيسها جدا لإستمرار الحرب ضد اليمنيين وبالتالي فإنه لا يعني اليمنيين مثل هذه التطريحات ما لن يكون هناك خطوات قادة وملموسة على الأرض وفي دعم الحكومة الشرعية لكن أن يضغط المجتمع الدولي على أن يساوي بين الحكومة الشرعية وبين الميليشيات الفلسية ويخرج هذه الميليشيات الفلسية من دائرة التمرد العسكري كطفيل عسكري إرهابي مناوئ للحكومة الشرعية ومنقلب على المرقعيات الوطنية ويحاول ويعمل جاهدا على أن الحوار هو الوحيد وبحسب كلامك أستاذ عبدالعواسي فهمتم من كلامك لكن إذا كان حوار وتفاوض يساهم في إثبات الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة لكن هناك انتصام في الخطاب بالنسبة للمتمع الدولي وخطابات تخديرية ليس إلا نعم ما وصلني من كلامك أن الشرعية رغم أنها هي الخيار أو الطرف الرئيسي في المعادلة لكنها الطرف الأضعف السؤال هنا ما هي خيارات الشرعية على الأقل الحكومة الشرعية لا تتمهى مع هذه المواقف على الأقل لا تساهم في تقديم أو لا تقدم على تقديم مزيد من التنازلات على الأقل تطالب بتنفيذ الكفاق استقهل جملة وتصطيلا وأن لا تدخل مطاوضات جديدة رغم أن المونيشيات الفيديو لم تفي بما وقعت عليه من بنود على الأقل كانت تغذي الملف اليمني وأقصد تغذي أوراقها ولا ترنيها على الطاولة جملة واحدة في حصار مثلا من حصار تعز وافقت الحكومة الشرعية على فتح ميناء الحديدة ومطار صنعة ومع ذلك قضت النظر عن تعز كان الأولاد مثلا أن توافق على فتح مطار صنعة وتؤجل فتح ميناء الحديدة لتختبر نوايا الميليشيات الحديدة لأترمت في أوراقها دفعة واحدة مع هذا قطار بطالب المجتمع الدولي هناك قطأ أعتقد في متار المطاوبات من قبل الحكومة الشرعية هناك اتجابة سريعة لمطالب المجتمع الإقليمي هل تريد الحكومة الشرعية أن تتسب شهادة حسن سيرة وسلوك من المجتمع الدولي مقابل التفريق بهذه الصبحيات الكثيرة التي ضح بها اليمنون هذا سؤال يدعو إلى الزهشة وأيضا سؤال يحتاج إلى إجابة شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الواسع الفاتكي الكاتب والصحفي أشكرك جزيلا الشكر أعود إليك أستاذ ياسين الأستاذ عبد الواسع يقول هناك أخطاء في أداء الشرعية في المفاوضات ما رأيك التفق معه ليس فقط بأخطاء الشرعية بال بالخطأ الذي أنتج الشرعية اليوم الشرعية بهيئتها الحالي خطأ تركيبتها خطأ مفعولها خطأ وليس فقط يعني بعض أداءت تأكيد الشرعية اليوم لم تعد لها علاقة لمصالح الإيمانية العليا القوائل التي تهم اليمن أعتقد أنها تم مصادرة بالكامل من أخطوط الشرعية تقرير أن أصير اليمن سحب من يد أخطوط الشرعية ولهذا الشرعية لا يمكن تقييم بعض أداءتها وإنما الحصم عليها بالمجمل لأنها كارثة شرعية الحالية بشكلها الحالي متمثل في مجلس القيادة الرئاسي أو في الحكومة التي تشصل خليصا من تناقضات ومشاريع سياسية متضادة وغير متصالحة بل ومعادية في المصالح العليا بالأسر الشبك أستاذ ياسين هذا بالنسبة للشرعية وأدائها ماذا عن السعودية وأدائها في هذه المفاوضات هناك من يقول بأن السعودية ستقدم المزيد من التنازلات طالما الأمر يتعلق بسلامة مصالحها السيادية وفي مقدمتها أرامكو بين قوسين هذا هو السبب عندما تحدثت الأخض بالواسع قبل قليل التنازلات التي تقدمت للحسين لا علاقة لهذه بتنازلات متبادلة بين الشرعية والحسين لا ما يحصل العزن السيطيون هو مقابل الضغط العسكري الذي ما رأته خلال الفترة الماضية وهذا الضغط العسكري جاء نتيجة توقف العملية العسكرية وفي جماعة الحسين أو لأن العملية العسكري لم تستهدف القوى الحق التي تستهدف ولم تسمح بتقدم الجيش بتجاهة طناعة وإلا لما امتلك القوى التي من خلالها يستطيعون إحداث التوازن الرابع الذي تحقق خلال الفترة الماضية طبيعة الحال المسار مشوه للغاية السعوديون عندما يتفرض على هذا النحو يرون أن تقديم التنازلات على حساس اليمن لم يدل شيئا في مقابل للحزول على من المشاءات النسلية وثانيا الصراحية الكاملة أو الفرص الكاملة للتفرف بساحة اليمنية كما يحلو لهم وهذا هو البعد الآخر والأخطر بتطبيعة الحال الذي ينبغي تنبه إليه جراء الممارسات التي تقوم بها المنطقة العربية السعودية طبعا المنطقة العربية السعودية اليوم هي التي تتولى المنكوضات وهي التي تديرها نحة جاندا الأسلطة الشرعية وهي التي قدم التنازلات في المستوى الشرعية دون أن تكون هناك حاجة بالتشاور مع الصورة الشرعية وفي مواجهة ذلك تواصل إغراء الصورة الشرعية بقبائل وتحديات الحصر لها وهذه تحديات من خلال المعارسات المدرسة الانتقالي ومن خلال إنتاج مجالي جديدة ومن خلال وقاع جديدة على الأرض في المناطق التي تنصر وأنها محررة شكرا جزيلا لك الأستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي إذن مشاهدين نكتفي بهذا القدر شكرا لحزن متابعتكم هذه تحياتي لكم أنا أفنان تركر كما هي لكم من معد الحلقة ودعطة وكافة الطاقم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة